والحقيقة يعني على يقين ان هذه الخطوة المهمة سيكون لها انعكاس ايجابي في برامج التعاون مع مصر وتنفيذ مشروعات اعادة الاعمار في العراق الشقيق من جانب شركات مصرية في اطار العديد من الاليات المختلفة حتى يعني زي ما كنت قلت لدولة رئيس الشركات المصرية ستكون منفتحة على نقل خبراتها في مجال التنمية واعدة الاعمار لبلدنا الثاني العراق وايضا من خلال شراكات مع شركات عراقية ايضا في هذا الشأن لنقل هذه الخبرات والحقيقة ان الجلسة اليوم في اجتماع اللجنة العليا المشتركة تطرق للعديد من موضوعات التعاون واللي تم التوافق عليها في الاجتماعات التحضيرية الوزارية وما سابقها من اجتماعات على مستوى الخبراء كلها بتتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري وتفعيل مشاركة شركات المصرية في اعادة الاعمار وعملية تعزيز التعاون في مجال الربط الكهربائي والاسكان والسياحة والشباب والرياضة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكلها كانت موضوعات حزينة جميعا برؤيتها وشاهدة توقيع على مذاكرات التفاهم الخاصة بها